فيديو لاستفاني صليبة بملابس السباحة يثير ضجة واسعة إليكم ما فعلته نشرت الممثلة اللبنانية استفاني صليبة عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستجرام مقاطع فيديو تظهر لحظات استمتاعها بوقتها على المسبح وأثارت ستيفاني ضجة واسعة بسبب فيديو نشرته اعتبره البعض جريئاً الظهرت فيه وهي تقوم بتصوير نفسها خلال سيرها باتجاه حوض السباحة بينما كانت ترتدي لباس البحر الأمر الذي اعتبره البعض أنه غير لائق هذا وكان تصدر اسم ستيفاني صليبة في الأيام القليلة الماضية حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن كانت قد أعلنت عن مرضها ودخولها المستشفى ومن ثم تعافيها لتعود بعدها إلى ممارسة الرياضة حفاظاً على صحتها ولتستعيد نشاطها بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها وقد نشرت ستيفاني على حسابها عبر انستغرام مجموعة صور ومقطع فيديو ظهرت فيه من النادي الرياضي حيث كانت تلعب البوكسينج لضى مدربها الخاص في النادي حيث بدأ وكأنها استعادت نشاطها وتحاول أن تسترجع قواها بعد المرض وأرفقت ستيفاني الفيديو بالتعليق التالي شو رأيكم بالبوكسينج للبنات؟ حلو أو مش حلو؟ ليتفاعل معها المتابعون بشكل واسع وتنهال التعليقات التي تؤيد ستيفاني بضرورة أن تتعلم البنات هذه الرياضة بهدف الدفاع عن النفس وفي سياق متصل كانت ستيفاني صليبة شاركت أمس عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام صورة ظهرت فيها من النادي الرياضي برفقة مدربها الخاص حيث كانت تستعد لممارسة الرياضة وكان هذا الظهور الأول لستيفاني بعد خروجها من المستشفى إذ بدت بوجه شاحب وعلامات المرض واضحة عليها حيث أشار المتابعون إلى أنها لا تزال متعبة ولم تشفى بشكل تام من المرض الجدير ذكريه أن ستيفاني صليبة كانت قد أقلقت متابعيها على صحتها بعد أن نشرت على حسابها عبر انستغرام مجموعة صور ظهرت فيها بفستان قصير من على إحدى الشروفات في بيروت إلا أنها ظهرت بالصور الأخيرة مستلقية على سرير المستشفى اشتركوا في القناة